اشتركوا في القناة المسد فيدو جاي يعيد علي المسد في سعراتو وقاموا حطوا فيي حطوا فيي والولاد نايمين فيتخذ بارخوا تلثة أربع جنود على واحدهم نايمين فيتخذ بيتشبه حدوا الشرطة وحطوا فيهم كتل ربطوا أداهم لورا واجوا علي يستفزوا فيي يدهي يدخوا فيي في هذه الزحفية وأنا دابت على أولادي وسرخ وكل حرام عليته أحيلهم إلى الله اللي فيهم عيد الله اللي نكسوا علىنا فرحتنا نكسوا علىنا عيدنا وفي تفاصيل ما جرى اقتحام الاحتلال منزل العائلة في صباح عيد الأطحى للمرة الأولى حيث اعتقل الشاب عامر طراوي خمسة وعشرين عاما ليفرج عنه بعد ساعات ثم عود الاحتلال اقتحام المنزل في ثاني أيام العيد ليعتقل الشقيق الأصغر عمار الذي لا يتجاوز تسعة عشر عاما ويقولوا لي بدي أولادك يخلك السلاح اللي عندهم فيش عنا سلاحة يعمل فاتشضر اكلبوها يفجروها يا أخي شو بيتوب مننا يعني ما ظلش إيش نخاف عليه شو لبيتكم إياه مننا فاهمونا السلاح مش موجود أخذت أولادي شو لبيتكم إياه ويشهد مخيم الجلزون اقتحامات شبه يومية وكأنه مكتوب على أبنائه أن لا ينعموا بيوم واحدا من السعادة والفرح حيث تفيد الإحصاءات إلى وجود أكثر من تسعين شابا من أبناء المخيم في زنازين الاحتلال نيزار حبش تلفزيون وطن اشتركوا في القناة